هنروح لأخبارنا المحلية هنبتدي بكرة السلة في بطولة عربية هتتلاقى في مصر المنتخب الكبير دي هتتلاقى في شهر يناير القادم ومن 20 ديسمبر القادم هتبتدي هو حدد معاد القرى 20 ديسمبر ولكن البطولة هتتلاقى في يناير تمام البطولة هتكون في الفترة من 26 ديسمبر لغة تناير يعني جزء من ديسمبر وجزء من يناير ولكن القرى هتبقى 20 ديسمبر طب مين رئيس الاتحاد الاماراتي لكرة السلة الاتحاد العربي لكرة السلة الاماراتي اسماعيل الجرجاوي على فكرة ده من احد الشخصيات المحبة لكرة السلة جدا جدا حقيقة انا يعني روحت الامارات كذا مرة وشفت قديه هو يعني محب جدا وشغوف بكرة السلة بشكل كبير طبعا لأستاذ اسماعيل الجرجاوي طيب القرعة طب مين الفرقة اللي هتشارك مصر بنسبة كبيرة الاتحاد العربي اعلانهم مصر الامارات الكويت الجزائر تونس المغرب ليبيا الاردن مورتانيا السومال بطولة مهمة على ارض مصر هتتلاقي في استاذ القاهرة الاتحاد العربي اكدوا نبيس على اقامة البطولة باكبر عدد ممكن من الجمهور عشان ده هيخلي البطولة لها شكل وطعم ومختلفين طبعا طيب فيه معلومة عايزة اقولها منتخب مصر كان بيمرانه مستر روي رانا المدير الفني الكندي النجح يتأهل بمنتخب مصر للكأس العالم اللي فات وادوا اداء بشكل جيد التاني هعيد بسرعة مستر روي رانا قال يا جماعة انا عندي رغبة ان انا جدد الاتحاد اعاد معاه طب هتجدد معانا هو روي رانا فاجئ الجميع اثناء تعقده مع منتخب مصر ما كانش فيه حاجة تمنعهم من كده الحقيقة انه مرن فريق تاني مقاطعة في اليابان مرن فريق مقاطعة كبيرة في اليابان ومرنه بجانب منتخب مصر كان اوقات التنزامات منتخب مصر بيسيب المقاطعة وهم هناك المتفاهمين ده وبيجي اقود منتخب مصر فالحقيقة الاتحاد المصري برئاسة دكتور مجدا مفريخة لما قعدوا معاه واتكلموا معاه ولو لا احنا عايزينك متفرر تتابع شؤون اللعبة واتتابع شؤون المنتخب قال يا جماعة طيب ما انا عايز افضل مع فريق اليابان فما اتفقوش مع اتحاد السلة وخلاص لم يتم تجديد العقد ما اتفسخش بس ما تمش تجديد العقد معاه لفترة جديدة الاتحاد ساعتها ويعف يعني في مشكلة كبيرة طبع جديد ميل اكيد هو ما ويعش في مشكلة الحاجة هو كان عامل حسابه انه لو ما اتفقناش مع رويران هيبقى عنده بلان بي كان بلان بي كان فيه تلات مدربين مصريين مطروحين بقوة كان كابتن اشرف توفيه كان اول طبعا كابتن اشرف توفيه كان معانا كمان كابتن مستر اجوستي وعمر ابو الخير التلاتة طبعا تقول لها كابتن طب ازاي احمد مرع او كابتن احمد مرع ما تمش طرح اسمه كابتن احمد مرع كان ماسك المنتخب قبل رويران على طول يعني كان قريب كان ماسك المنتخب طيب التالي تطرح اسمهم عرفنا انه يعني ما حصلش اتفاقات انا كنت واحد من الناس قلت ممكن كابتن عمر ابو الخير صاحب التاريخ الكبير يكون اقرب المنافسين او اقرب المتولين هذه المهمة خاصة انه رئيس قطاع الناشئين في هذه الاتحاد السكنداري فممكن يسمح ده انه يمسك المنتخب في البطولة العربية ولكن الصراحة الاتحاد كان ليه رأي اخر وقال يا جماعة انا هدي الثقة لجهاز المعاون لرويران وبصراحة قرار صح يعني انا اتكلم بكل امانة لانه ما فيش وقت انت النهاردة القرع يوم عشرين يوم ستة وعشرين البطولة لازم يحافظ على السيستم الفني سواء دفاعا او هجوما طب مين اكتر ناس يدروا يران السيستم او يطبق السيستم بعد رحيل مدير فن كبير زي رورانا المساعدين بتوها مين هم المساعدين؟ كابتن وقال بدر النجم منتخب مصر ونادي الزمالك ونادي الجزيرة ونادي سبورتين السابق وكمان سولي محمد سليم سولي مدير فني نادي المصير الاتصالات اللي نجح وهو صغير السن جدا على فكرة هو حاجة وثلاثين سنة يمكن اواخر التلاثينات سولي الفترة دي او الفترة اخر خمس ست سنين هو عمل طفرة كبيرة مع الاتصالات اللي دايما حجزة مقعدها في التمانية الكبار وفي اوات وصلت لبقت خامس وسادس يعني فرقة كبيرة جدا فالاتنين كانوا مع رورانا وكانوا قادر الناس بالسيستم واختيارات اللاعبين وكانوا قريبين منه جدا جدا فالتحاد السلة ارجع اليهم او اداهم المسئولية انهما يقود المنتخب في البطول العربي انا بس عايز اقول حاجة وهدرس معاكم كده بسرعة المنتخبات اللي موجودة بيبقى احنا قلنا مصر الامارات الكويت الجزار تونس المغرب ليبيا الاردن مورتانيا السمال انا وجهت نظري ان الفرق العربية لما بتيجي ما بيجيش هدفها البطولة العربية بقدر لا اوه عايزة تكسب ولكن بيروح بالفريق التاني ولك في تونس اكبر مثال انا هو انت هو هتلاقوا الفرق اغلب الفرق العربية اللي هتشارك في البطولة العربية هنا هتيجي باللعبة او المنتخب الامبي هيبقى واحد وعشرين وعشرين سنة ممكن يطعامون بلعب او اتنين من الكبار بيبقى الهدف من ده ايه اجواء منافسة قوية بتعد جيل في بطولة انت من لو خسرتها محدش هيلكمك فانا بقولك انا بتوقعتونس هتيجي بفريق زغير لا المغرب هتيجي بفريق كبير ليبيا هتيجي بفريق كبير ده توقع يعني الاردن ممكن يجيبوا الاردن فريق قوي قوي جدا انا اشك انه ممكن يجي بالكبار هيجوا ايضا بالزغيرين موري تانية الصومال طبعا اشققنا في موري تانية والصومال هيجي بمنتخب الكبير منتخب الامارات هيجي بالمنتخب الكبير الكويت نفس الكلام الجزائر ممكن تيجي بالمنتخب الصغير يعني في التوتل كده هتلاقي فيه وشوش ونجوم جديدة في البطولة العربية طيب البطولة العربية ان شاء الله يفتحه للجماهير نتمنى الجمهور المصري العاشق لكرة السلة يحضر المبريات هتبقى ممتعة جدا هتبقى حلوة لنفسي يعني ان شاء الله يحاول بقدر مستطاع احضر مباراة واثنين منهم زمها ان شاء الله بإذن الله حسب جدولي هنا في القناة ممكن احضر مباراة أفريقيا كمان لكرة اليد اللي هتتلاقي في مصر مهم جدا نحن نحضرها ونقاذر منتخبنا يعني عندنا في بطولتين كبارة تلاقي على أستاذ القاهرة المكان المفضل لجماهير المصري من حيث الموقع يعني دايما أستاذ القاهرة دايما موقع مفضل لأنه من وإلى سهل في قلب القاهرة طبعا بعد ان شاء الله ما العاصمة الأدارية تفتتح وكل البنية التحتية في المواصلات اللي بتوصلك للعاصمة الأدارية هتصور مش يكون فيه مشكلة خالص في الذهاب هناك يعني أصدر أقول لك انه النهاردة الجمهور ان شاء الله ما عندوش يعني ما يمنعه ان يحضر مباريات في أستاذ القاهرة ان شاء الله نحضرها وان شاء الله نأذر منتخبنا المصري أو انتخاباتنا المصرية عشان تظهر بأجمل وأحسن مظهر في هذه البطولات بالشكل اللي يليك باسم مصر الكبير